أكد عضو لجنة التعليم العالي النائب فراستركي المسلموي عن عقد اجتماع مرتقب مع وزارة التعليم العالي لإنهاء ملف تعيين أصحاب الشهادات العليا في الوزارة وتنسيق عمليات التوزيع على الوزارات وقال المسلموي في تصريح خاص لزاكروس أن لجنته تعمل أيضا على إنهاء ملف العقود في موزنة هذا العام في أقل تقدير أنهت لجنة التعليم العالي النيابية اجتماعا وضعنا فيها المحاور التي سنعرضها غدا في اجتماعنا مع وزارة التعليم العالي وتضمنت شقين شق الأول المتعينين وفق التعينات الأخيرة وتوزيعهم توزيع سيء على الوزارات الأخرى لا سيما الأوائل المشمولين بقانون 67 لعام 2017 وإعادة توزيعهم على وزارة التعليم العالي كذلك حملت الشهادات العليا وإعادة توزيعهم على أيضا التعليم العالي وفق قانون 59 أما بخصوص العقود بعد 12 هؤلاء فئة ضلموا قرار لجنة التعليم العالي تضمينهم في موازنة 23 باعتبار أعدادهم قليلة وإلهم حقوق في هذا الموضوع كذلك المجازين دراسيا اللي هما أيضا انحرموا من التعينات باعتبارهم حملت شهادات وانحرموا من التثبيت في العقود وهذه الفئة راح نعالجها وأيضا نضمنها فقرة خاصة في موازنة 23 وغدا سنعرضها في الاجتماع بشكل مباشر أيضا يتضمن الاجتماع رفع موازنة التعليم العالي الخاصة بالمختبرات الخاصة أيضا بتطوير البنى التحتية للجامعات لأن احنا عدنا أعداد كبيرة على الجامعات وبالتالي نحتاج إلى زيادة سعة في القاعات في الجامعات استحداث بعض الجامعات في بعض المحافظات مثل محافظة كربلاء المقدسة تحتاج إلى جامعة حكومية ثانية حتى تستوعب الأعداد الكبيرة المتقدمة من الطلبة سنويا